كنا تعرضنا في العنصر الأول إلى خصائص التربية أما الآن في العنصر الثاني فنتعرض إلى وظائف التربية طيب السؤال هنا الذي يمكن أن يعترضنا في الاختبار مثلا ما هي وظائف التربية؟ أو أذكر وظائف التربية؟ أو أشرح وظائف التربية؟ أو عدد وظائف التربية؟ أو مثلاً حل الوظيفة الأولى التي تبدو لك أكثر أهمية من وظائف التربية إذن ما هي وظائف التربية؟ في الواقع حسب تحديد الدكتور صالح أبو عراد في كتابه لأبجيديات التربية هناك تقريباً سبعة وظائف أساسية للتربية لنتوقف عندها ونحاول أن نفهم هذه الوظائف السبعة الوظيفة الأولى تتمثل في نقل أنماط السلوكية من المجتمع إلى من؟ إلى الأفراد وهذه كنا سميناها قبل قليل بعملية التطبيع الاجتماعي لأن الفرد يولد بفطرته هذه الفطرة لو تترك لذاتها هكذا ربما قد تكون تؤدي إلى نزعة فردية شديدة الأنانية وشديدة الذاتية وقد تكون بذلك نزعة عدوانية تهدد وحدة وتماسك المجتمع لذلك كان لابد من التربية من أجل نقل الأنماط السلوكية المطلوبة والضرورية التي حددها المجتمع وكحاجة أساسية له لتحقيق التعايش بين أفراد المجتمع إذن هذا هي الوظيفة الأولى والأساسية بالنسبة للتربية الوظيفة الثانية إذن هذه الوظيفة الأولى الوظيفة الثانية هي إكساب الأفراد أكبر قدر ممكن من الخبرات طيب في البداية قلنا الأنماط السلوكي المستوى الثاني الخبرات السائدة في المجتمع الخبرات ممكن أن تكون خبرات علمية بالأساس خبرات فنية خبرات مثلاً اقتصادية خبرات اجتماعية خبرات متنوعة يعني كل ما يمكن تبادله من أفكار بين أفراد المجتمع فهو يمكن أن يدخل في إطار الخبرات ولكن أهم هذه الخبرات السائدة في المجتمع هي الخبرات العلمية والمعرفية فهي مهمة ومهمة جداً الوظيفة الثالثة من وظائف التربية هي نقل التراث الثقافي للمجتمع من الأجيال السابقة إلى الأجيال الحالية تمهيداً لنقله إلى الأجيال القادمة التراث الثقافي من المهمات الأساسية لأن لكل مجتمع تراثه الثقافي الخاص به وعلى كل مجتمع أن يحافظ على هذا التراث وأن يطور في ذلك التراث الثقافي ولما نقول التراث الثقافي فالمقصود به خاصة التراث المعرفي من أداب ومن علوم ومن فنون ومن معارف فهي تدخل كلها في إطار التراث الثقافي للمجتمع من المهام الأساسية كذلك أو الوظائف الأساسية للتربية نقل التراث الحضاري التراث الحضاري هو التراث الذي يغلب عليه الطابع المادي ولكن كذلك يمكن أن يكون هذا التراث يعني التراث الثقافي هو التراث الرمزي بالأساس السوري لكن التراث الحضاري هو التراث أكثر المادي وطبعا هنا ليس هناك لا نريد أن ندخل في التمايز بين الثقافي والحضاري ولكن الثقافي عنده المعنى الاتجاه النظري فالثقافة هي أقرب إلى المحمول النظري في أذهان الناس اللغة العقيدة العدد التقاليد المعارف الأداب تدخل في الإطار الثقافي هي أيضا تماس أو على الأقل جزء من الحضاري لكن الحضاري يشمل مثلا التراث المعماري التراث التقني التراث في الأدوات في اللباس في كل هذه الأمور تعتبر التراث الحضاري إذن من وظائف التربية نقل التراث الحضاري من أمة لأمة ومن جيل إلى جيل الوظيفة الخامسة القيام بمهمة التنشية الاجتماعية وطبعا التنشية الاجتماعية هي أوسع من عبارة التربية بالمعنى المؤسسي للكلمة التنشية الاجتماعية هي التربية ولكن بالمعنى العام الذي تقوم به كل المؤسسات الاجتماعية فالتنشئة هي اكتساب الخصائص الاجتماعية سواء كانت سيئة أو إيجابية لأن التنشئة يمكن أن تكون تنشئة صالحة ويمكن أن تكون تنشئة فاسدة لكن التربية عندها في الغالب في استعمالنا لعبارة التربية عندها المعنى الإيجابي في التربية دائما إيجابية بينما التنشئة ممكن أن تكون ذات اتجاهين المهم أن من الوظائف الأساسية أيضا التنشئة الاجتماعية التي دائما نتمنى أن تكون تنشئة حسنة وجيدة الوظيفة السادسة الارتقاء بمستوى الأفراد في المجتمع حينما أصل إلى هذه النقطة دائما أطرح هذا المثال فأقول للطلاب تخيلوا لدينا مصعد يصعد بنا من طابق إلى طابق في عمارة كبيرة فالتربية هي بهذا الشكل في واقع الأمر هي كالمصعد الذي يصعد بنا ويحتوي أرقام الطبقات فإذا نجحنا في العملية التربوية واجتهدنا في مسارنا التربوي فإنه بإمكاننا أن نرتقي كل المراتب الاجتماعي حتى نصير في أعلى تلك المراتب وإذا لم نجتهد تربويا فإن ذلك يمكن أن يتركنا في المستويات السفلة حتى ولو كانت عندنا إمكانيات أخرى كثيرة مادية وغيرها فالتربية هي التي ترفع من قيمة الإنسان وهي التي تعلو به إلى أعلى المراتب الاجتماعية الممكنة الوظيفة السابعة والأخيرة هي تحقيق النمو المطلوب والتكيف وخاصة التكيف مهم جدا المرغوب مع البيئات الاجتماعية الأفراد هناك كثير من علماء التربية يعتبرون أن الوظيفة الأساسية والمطلقة للتربية هي التكيف حسن الاندماش حسن التواصل حسن التفاعل مع البيئة الاجتماعية والطبيعية والمادية الأفراد إذن الخلاصة هذه وظائف سبع ذكرناه لكنها ليست كل وظائف التربية أكيد جدا أن هناك وظائف أخرى ولكن نحن اختصرنا عملنا هنا على الوظائف الرئيسية للتربية ترجمة نانسي قنقر